هل إحنا على ذكر اللي قلناها بصراحة وإحنا في الفاصل أنا عندي الاستراتيجية بتاعة الحكومة ولا نحن عارفينه أنه مجلس الوزراء وأعلن قال يا جماعة إحنا بعثنا الاستراتيجية بتاعتنا للحوار الوطني فمما لا شك فيه أنه كل المشاركين قتلوها بحث وكل النواب قتلوها بحثا السؤال هل هذه الاستراتيجية من الممكن أنها تبقى بعض النقاط المضيئة على الطريق ولا أنه هذه الاستراتيجية تحتاج مننا إلى المزيد من العمل بمتال أمانة أنا بعرض الله لا إحنا نتكلم أمانة ما عندنا نشكرها لأنه الحقيقة طبعا الاستراتيجية هي فيها حاجتين كويسين أوي رقم واحد أن أول مرة الحكومة تعلن عن خطة واضحة للتنمية لمدة 6 سنين متقدام دي حاجة كنا مندور عليها في الحوار الوطني أن يكون فيه شكل خريطة واضحة للحياة عشان نقدر حتى نقول صحة ولا غلط وإيه الأهم وإيه الأولويات زي ما ستك تفضل دي أهم حاجة فيه خريطة النهاردة الحكومة حطاها من 24 إلى 30 عندنا هذا الشكل من الاستثمار وهذه المعالجات وهذه خطة التنمية المستدامة في مصر كلام ممتاز جدا لا طبعا فيه العديد من الإضافات سوف تتم من خلال الحوار الوطني وأول حسنتك في الأوراق البسيطة اللي جات في أول أيام كان فيها تعديلات الوثيقة نفسها من خبراء ومن متخصصين وبالتالي احنا بنتكلم على إضافاتها التم طبعا هتتم أهمها إيه أهمها تققيد وتوضيح وفرز والدخول بعمق زي ما السيد الرئيس قال إلى كل هذه التفاصيل دي مستدت كنت تتكلم في الفاصل يعني مثلا قالوا عن علوان التدخم ونكلموا على التدخم بس ما نوش هنحد منه إزاي كلمنا عن رقابة في الأسواق هتتم بأنهي ألية وإيه السرعة في الألية طب والحاجات اللي حطوط بط هتروح فيه يعني احنا بنتكلم في النسخ دي من الحوار الوطني على التنفيذ ليس أكثر وبعدين المشاركة الحكومية التي تم الإعلان عنها سوف تكون كبيرة هذه المرحلة هيكون انت اللي بينفز هو اللي قاعد معك على الطويلة يعني اللي قاعد معك على تربيست المفاوضات دي أو هذا الحوار هو الحكومة ذاتها وبالتالي القرار اللي هيطلع هو قرار قبل التنفيذ وإمكانيات تنفيذه من عدمها ومدة تنفيذه هتتحط ده النسخة التانية من الحوار الوطني ودي أهم ما يميزها وده بصراحة اللي احنا محتاجين ده اللي حيرد على سؤال ستك في الأول هي عجلة أم ملحة طبعا هي عجلة وملحة وهذه الألية هي اللي تعمل كده قبل الحوار الوطني الحكومة كانت جزر منعزل لو كنا دايماً كلنا بنقول الكلام ده الحوار الوطني لا الحقيقة قتل فكرة الجزر منعزل بنا كلنا قاعدين على مكان واحد اللي بنيتكلم عن الاستثمار بتلاقي هي التنمية الصناعية ممثلة بتلاقي وزارة مش وزارة بقى هيئة الاستثمار ممثلة بتلاقي تنشيط مش عارف السياحة ممثلة بتلاقينا كلنا قاعدين بنطلع بقرار واحد فوقت واحد ومتخصصين المجالات الموجودين بنقدر نوصل لحلول واضحة بشكل منضبط دكرة المرحلة والمرة دي لأ احنا هنقول الحلولة هي طريقة التنفيذ هي والحكومة قاعدة بتستلم المقترحات دي وبتعلق من وجهة نظرها ينفع ايه ما ينفعش ايه وتروح تنفذ ما فيش مجال للوقت لعشان احنا حاسين في الحوار الواطني بالمواطن المصري جدا ووصل لنا لنه شريك معنا احنا الاول مرة في هذه الالية الديموقراطية الشعبية المواطن المصري بيصنع قراره يعني النهاردة احنا بنصنع قراراتنا بأيدينا حقيقة ودي اهم حاجة وكنت بتجلب مع السادت النائب احمد قبل الفاصل بقوله وكان فين الحوار ده من مئة سنة فاتت اول وكان فيه حاجات كتيرة يكون لازم نسأل عليها كانت فين يا جماعة زرية والله العظيم طب هنا هارجع بسرعة للتلت دا ونص التانين مع سادت النائب احمد فاتح يمكن فيه منهم حاجة سريعة كده ان اردت ان تجواب عليها بكذا او كذا يعني وزارة اقتصاد ولا وزارة ساسمار اقتصاد اقتصاد طيب خلاص ده تبقى لقراء السادة المواطنين والخبراء الاقتصاديين لما طلبوا ان يبقى فيه وزارة الاقتصاد ماشي هنا هروح على الاليات وما الى ذلك احنا واحنا بنتكلم قلت حاجة مهمة جدا قلت حاجة بقى فيه جلسات فيها الخبراء لمناقشة ده وزي ما كان بيكلم دكتور ايمل لمناقشة ده مع المنفذين الا وهي الحكومة لكن انا لازم يجي على بالي برضو يعني انا مش قادة لازم اروح معامل حاجة الحكومة في وجهة نظري اللي حطته في الاستراتيجية اقرب الى انا نفسي في كذا انا ما بقولش الحكومة تحط لي كل التاكتكس بس على الاقل تحط لي رؤوس الموضوعات حتى استطيع ان اتبين ملامح هذا الطريق ولا ايه هقول لك على حاجة يا يوسف واحنا كلنا شفناه خلال الفترة اللي فاتت لما جينا قاررنا جهاز تنمية المشروعات بموادرة محترمة جدا اسمها ابدأ اه لما نيجي نطمن الناس ونقول اللي احنا عندنا كوادر موجودة ومشرفة بمعنى كلمة من الشباب يقدر ان هو يخدم اكبر عدد ممكن في القطاع الصناعي ده شفناه من خلال مبادرة ابدأ ليه شباب مصروف عليهم كويس جدا قدروا يجمعوا بعض قدروا يوصلوا ليه السادة نواب المحافظين والمحافظين اللي هما موجودين من الشباب عشان الفكر يبقى مع الفكر ينزل يطبق على طوله بنتكلم لغة واحدة طبعا فابتدى كل نائم محافظ ده حصل قدامنا وشفناه على مدار الفترة اللي فاتت كدورنا الرقابي في البرلمان لانا ان سادة نواب المحافظين هم عارفين احتياجاتهم في الصناعة في المحافظة دي عبارة عن ايه فلما ابتدوا يتكلموا مع ابدأ ابتدوا يعملوا حاجة سمع قاعدة البيانات ان فيه جزء كبير جدا من الدولة محتاجها اتاحت المعلومة احنا عندنا ايه ناقص عشان نقدر نكمله فابدأ عملت ده واشتغلت على ده وبتدت تشتغل على فكرة انها تعمل مدارس فنية فليه مدارس فنية عشان التعليم الفني ده من اهم الحاجات اللي موجودة في المجتمع المصري اللي انت تربط الصناعة المحترمة والحرفة المحترمة اللي انت بتشتغل عليها وبتتعلمها في التعليم الفني بمشروعات صغيرة وريادة اعمال وتدخلهم داخل شاري ساب ايسي الكلام دوت على الجهاز بقى بتاعترمية المشروع لما جلنا الشباب في الحوار الوطني كتأول كلمة بيقولها لنا ان في مجموعة يعني الحمد لله قدرت تستوعب التطور التكنولوجي اللي بيحصل وفي مجموعة قاعدة جوا في الجهاز اللي يابد من اعادة التأهيل والتدريب ليهم مش عارفين احنا البروبوزول اللي احنا بنقدمه عشان ناخد فاند ناخد تعم مادي للأسف هم مش مش على دراية كاملة بالمشروع المحترم اللي احنا داخلين به طب ايسي بقى الكلام دوت على المحافظات ده انت بتتكلم بقى على القاهرة انزل بقى على جهاز تمامية المشروعات في مختلف المحافظات في منهم اللي نقول لهم متشكرين اللي انتوا فعلا بتذكروا شاطرين واللي انتوا فعلا بتقدموا خدمات للناس في منهم الناس اللي لازم لا يعني ماينفعش يبقوا موجودين في العصر اللي والمتكلم على جمهورية جديدة ماينفعش الموضوع دوت بالشكل ده طب ايه اللي انا بقوله ده لي عشان لما دخل ابدأ مع جهاز تمامية المشروعات انا مش داخل في المكانة بقول مين احسن التالي بس اللي احنا شفناه ونتائجه على ارض الواقع هي بيينت ان احنا عندنا قوة اسمها ابدأ والمفروض ده يتحول انا بقولها حقيقة هوكة من الشباب واللي سمعناهم يتحول لمشروع القانون ان ده يبقى فعلا المبادرة اللي قدرت تخلق رواد اعمال تقدرت تخلق مشروعات صغيرة تقدرت تخلق صناعات ما كناش بنتخيل ان احنا فعلا نقدر نستوردها من بره وان احنا نعتمد على انا عارف ان انا ثلاث داقيق ومسا خلاص بتخلص بس الغرض الرئيسي ان احنا مدام عندنا شباب كوف بره خارج الصندوق الدولة المصرية لازم تدعمه وهو الدعم جاي لهم اساسا من فخامة الرئيس الجمهورية فعايزين من الشكل المحترم ده مليون ابدأ ابدأ ما مش في الصناعة ابدأ في الملف الطبي ابدأ في الحمال الاجتماعية ابدأ في مليون ملف عشان دي مبادرة نجحت لابد من دعمها من كل الاتجاهات سواء الاتجاهات السياسية او المجتمعية